أي أن الإنجيل ما بتسلم معي يا أسيس أنه غير الموازين نعم وقلب الأمور رأسا على عاقب لأن الإنجيل هو إنجاز التعبير خلاصة الفكر الإلهي فيه نرى طبيعة الله فيه نرى مجد الله فيه نرى خلاص الله فيه نرى بر الله بالإنجيل وعدالة الله وحق الله ومحبة الله التي لا حدود لها في الطول والعنق والعرض والعلوم فهنيئا لنا بإنجيل الرسيع فعلا كلمة الله وعاوز بس لأنه ذكرت أن الإنجيل هو الأخبار الصارة والصارة ولأنه كمان الإنجيل محور رسالة الإنجيل هو الفداء والرسول بولوس لما كتب لكنيسة كورنتوس إصحاح خمسة عشر بيتكلم إلهم أعرفكم بالإنجيل الذي به أيضا تخلصون شوه الإنجيل إنه المسيح مات حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب فعن بيقول لكل الناس إنه الإنجيل مثل ما ذكرت إعلام الله حق الله الأخبار المفرحة إنه المسيح جاء إلى العالم وقدم خلاص لكل إنسان حقيقة لكن إذا الإنسان يلي بيقرأ الإنجيل وما بيقبل كلام الرب ما رح يختبر الابتهاج الإلهي الفرح الإلهي المجد الإلهي القوة الإلهية المغيرة قوة الله هي الكلمة اليونانية دوناميس نعم يعني قوة متفجرة نعم لكن هاي ما بتأتل هاي دي تحيي تحيي صح الفرق تحييي فمن هذا القبيل نرى أن الإنجيل هو يتكوكب حوله الفكر الإلهي وما أجمل أن نعرف فكر الله وما يريده الرب من الإنسان لأجل خلاص نفسه وهذا نقطة الارتكاز في الإنجيل لأن هذا في الإنجيل هو خلاص الإنسان صحيح اشتركوا في القناة شكرا